سعادة كل الأنظمة المتسلطة تلجأ حكومة المنطقة الخضراء إلى تكميم الأفواه التي تكشف جانبا من الواقع المزر الذي يعيشه العراق بدلا من معالجة أسباب التدهور والفشل الذي يضرب أطنابه في مختلف مناحي الحياة في العراق هيئة الإعلام والاتصالات عمدت إلى تعليق عمل وكالة رويترز في العراق لمدة ثلاثة أشهر على خلفية نشرها تقريرا يفيد بأن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق أكثر من تلك التي تعلنها وزارة الصحة وفرضت الهيئة غرامة مالية على الوكالة قدرها 25 مليون دينار متهمة إياها بمخالفة لائحة قواعد البث الإعلامي بعد تقرير نشرته رويترز قالت فيه أن مسؤولين وأطباء عراقيين كشفوا أن هناك الآلاف من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس مؤكدة أن يوم السبت من الأسبوع الماضي وحده تم دفن نحو 50 شخصا قضوا بسبب الفيروس فيما كانت البيانات الرسمية تتشر حينها إلى وفاة 42 شخصا ليست هي المرة الأولى التي تتعامل بها الحكومات المتعاقبة في العراق مع وسائل الإعلام بسياسة تكميم الأفواه فطوال السنوات الماضية كانت العديد من وسائل الإعلام عرضت لعمليات الغلق والمهاجمة من السلطات الحكومية والميليشيات ناهيك عن عمليات الاغتيال والتغييب التي طالت الصحفيين والمدونين الأمر الذي جعل العراق يتصدر قائمة بلدان العالم الأخطر على العمل الصحفي ويتذيل قوائم حرية الصحافة التي تصدرها المنظمات الدولية ولعل تعامل القوات الحكومية وميليشياتها مع الصحفيين ووسائل الإعلام التي غطت أحداث ثورة تشرين كان آخر ما شهدناه من فصول القمع وإرهاب الشهود وبدل الانشغال بمواجهة كورونا والتحقق من نسبة الإصابات وتوفير المستلزمات التي مشانها التقليل من العدوى واحتوائها تعمد السلطة في العراق إلى محاربة وسائل الإعلام التي تدق جرس الإنذار من خطورة الوضع فأحزاب السلطة التي لم تفكر في بناء مصانع لإنتاج الكمامات ما زالت تبدع في تكميم الأفواه التي تفضح فسادها وفشلها ترجمة نانسي قنقر